اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية المشكلة الرصيدة على تطبيقك الخاص سياش يكفي أن تقوم بالتقطونة على الطبط والإعدادات ثم يقوم بأخذك إلى هذه القائمة بعدها سوف تقوم بالنزول للأسفل تضغط على التطبيقات نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاص بك ثم سوف تقوم بالنزول هنا للبحث عن تطبيقك الخاص سياش تضغط عليه نأتي إلى نافذة معلومة التطبيق تضغط على إيقاف إجباري تضغط على موافق ثم سوف تقوم بالنزول للأسفل تضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافذة مكان التخزين تضغط على مسح التخزين المؤقت بعدها سوف تقوم بإطفاء تشغيل هاتفك الخاص بعدها سوف تقوم بالذهب لماتشار جوجل تضغط عليه تقوم بالبحث عن تطبيقك الخاصية سيظهر معك على هذا الشكل سوف تجد هنا تحديد تضغط عليه ليتم تحديد التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو ترجمة نانسي قنقر